موسيقى طبعا مساءكم مشاهدين الكرام في نشرة الثامنة والنصف بتوقيت دبي انا مالك علاوي واصحبكم فيها مع مراسلين للوقوف على اخر التطورات حول العالم ونستهلها بالعنوين موسيقى 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 لليوم السابع على التوالي استمرار الاشتباكات في السودان والجيش يطلق عملية الحزب لتمشيط الاحياء السكنية في الخرطوم ودعوات دولية لوقف التصيد حسب البيانات الاحصائية الاخيرة فقط لقي ما يقرب من ثلاثمائة وثلاثمائة الصحة العالمية تعلن ارتفاع عدد قتل النزاع في السودان الى أربعمائة وثلاثة عشر شخصا وقلق أممي من تدهور الوضع الانساني موسيقى ونتابع أيضا مع مراسلنا في أمريكا تفاصيل دعوات الغرب حرمان روسيا من وارداتها موسيقى ولكريملين يؤكد أن هذه العقوبات ستضر بالاقتصاد العالمي موسيقى أقوى حلفاء ريشي سوناك يستقيل من منصبه بعد تحقيقات مستقلة بشأن سلوكه المثير للجدل موسيقى كما سنتابع أيضا مع شبكة مراسلين من مختلف دول العربية أجواء احتفالات العيد موسيقى ونرصد العدات والتقاليد المختلفة للشعوب العربية موسيقى أهلا بكم البداية من تطورات الأوضاع في السودان حيث أكدت منظمة الهجرة الدولية مقتل أحد موظفيها في تبادل لإطلاق النار فيما أعلنت دول عن نيتها في إجلاء راعيها ودبلوماسيها كما أكدت مراسلتنا في الخرطوم حدوث شباكة عنيفة في العاصمة منذ قليل تزامنا مع دوي إطلاق النار حول محيط القيادة العامة موسيقى موسيقى رغم استمرار الهجمات في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني لليوم السابع على التوالي إلا أن قوات الدعم أعلنت هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة من جانب واحد واحد اعتبارا من صباح اليوم الجمعة مؤكدة الوقف الكامل لإطلاق النار خلال فترة الهدنة المعلنة إلا أن الجيش السوداني لم يعلن التزامه بهذه الهدنة كما حذرت قوات الدعم مما وصفتها بتجاوزات الطرف الآخر المستمرة وذلك في عدم التزامها بما يعلن عنه من هدنة وعقب قصف جوي مكثف استهدف فيه نقاط تواجد الدعم السريع نشر الجيش الألاف من العناصر والقوات وفيه جهاز المخابرات والاحتياط المركزي في إطار عملية المسح البر في كامل الخرطوم يأتي ذلك ضمن عملية أطلق عليها جيش السوداني اسم عملية الحصم وطالبا في بيان له سكان العاصم الخرطوم بالبقاء في المنازل والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة قبل أن ننتقل إلى خبرنا التالي نشير إلى هذا العاجل حيث أعلن الجيش السوداني عن موافقته للهدنة التي أعلن عنها من قبل قوات الدعم السريع لمدة 72 ساعة والتي تبدأ من صباح يوم الجمعة لأعطاء فرصة لسكان وسكان منطقة الخرطوم في الإجلاء أو النزوح أو تأمين احتياجاتهم الإنسانية ونكبل في هذه النشرة أيضا ما أعلنت عنه قوات الدعم السريع أن الجيش يستهدف الأحياء السكنية في الخرطوم بهجوم كاسح وأدانت قوات الدعم هذا الهجوم الذي يتزامن مع أول أيام عيد الفطر ووصفته بالبربري كما دعت من أطلقت عليهم شرافاء القوات المسلحة إلى الانحياز إلى خيارات الشعب بحسب تعبيرها إنسانيا أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع عدد القتل في السودان إلى 413 شخصا وإصابة 3551 شخصا منذ اندلاع القتال العنيف هناك قبل ستة أيام دعت وزارة الخارجية الأمريكية طرفي النزاع في السودان إلى هدنة إنسانية تستمر من الجمعة وحتى الأحد كما أكدت الخارجية الأمريكية أن القتال العشوائي تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا والجرحل من المدنيين وألحق ضررا كبيرا بالبنية التحتية الأساسية وعربت الوزارة عن قلق واشنطن البالغ بشأن المخاطر التي يتعرض لها المدنيون والموظفون الإنسانيون والدبلماسيون مشددة على أن الشعب السوداني والمجتمع الإقليمي والدولي يتحدثون بصوت واحد عن ضرورة إنهاء العنف من الخرطوم تنضم إلينا مراسلة المشهد سالي ببكر أهلا بك سالي بداية يعني ما أعلان الجيش الآن وافقة على هذه الهدنة التي دعت إليها قوات الدعم السريع كيف تبدو الأجواء في الخرطوم وهل كان هناك أي اشتباكات خلال الساعات الماضية أو أصوات لإطلاق النار بداية مالك كل عام وأنت والمشاهدين بخير في اليوم في أول أيام عيد الفطرة المبارك واليوم السابع على التوالي من اندلاع الشباكات بين الجيش والدعم السريع في السودان بعد إعلان هدنة يعني تستمر لمدة 72 ساعة دعت لها القوى السياسية المدنية بمبادرة وطنية لهذه الهدنة خلال أيام عيد الفطر المبارك إلا أن الاشتباكات لا زالت مستمرة يعني بدأت منذ وقت متأخر من ليل أمس وحتى الساعات الأولى من صباح هذا اليوم في عدة مناطق في الخرطوم هدأت قليلا خلال الساعات الماضية في وقت الظهيرة ولكنها قبل قليل احتدمت الاشتباكات وكانت عنيفة حول محيط القيادة العامة للقوات المسلحة كذلك أيضا في جنوب الخرطوم في عدة مناطق من جنوب الخرطوم كذلك أيضا في عدد من المناطق في مدينة الخرطوم بحري بالقرب من جسر شبات الرابط ما بين بحري وأم درمان وفي كافوري منطقة كافورية التي تقع أيضا بالقرب من جسر كوبر الرابط ما بين الخرطوم بحري والخرطوم يعني هناك كان سماع ذوي إطلاق النار في هذه المناطق وشدة الاشتباكات كانت حول محيط القيادة العامة للقوات المسلحة كذلك أيضا اعلنت القوات المسلحة أنها ستقوم بعمليات تمشيط في عدد من المناطق أيضا مما دعا لنا تحذر المواطنين بالتزام منازله معدم الخروج منها والبقاء داخلها الشباكات مالك يعني تتوقف ولو أنها تبدو متقطعة ومتباعدة ولكن نسمع أصوات إطلاق النار من حين لآخر في عدد من المناطق ذلك أيضا يعني الطيران الحربي يحلق في سماء الخرطوم من حين لآخر نعم طيب دعينا نتحدث إنسانيا سالي كيف يبدو الوضع هناك وخاصة في المستشفيات المستشفيات مالك لا زالت يعني كبرى المستشفيات الأساسية 70% من هذه المستشفيات متوقفة عن الخدمة وعن العمل تماما خاصة المستشفيات التي طالها القصف طيلة الأيام الماضية أيضا ما تبقى من أعداد قليلة جدا للمستشفيات التي تعمل الآن هي تعمل بشكل جزئي وهي مهددة بالإغلاق نسبة لعدم توفر الكوادر الطبية وعدم توفر المعينات الطبية كذلك نقص في الأكسجين وفي الدم وفي الإمداد المائي والكهربائي أيضا مما أدى إلى يعني حتى بعض المستشفيات التي كانت توفر الكهرباء عن طريق المولدات الكهربائية بسبب نقص الوقود أصبحت لا تستطيع العمل في ظل هذه الظروف المستشفيات قليلة جدا هي التي تعمل ومتوفرة فيها الخدمة ولكنها لا تفي بالحاجة لزيادة أعداد الإصابات يعني داخل المستشفيات في كل اشتباكات ما بين حين وآخر تتزايد أعداد المصابين وتتوافد إلى المستشفيات مما يصعب على المسعفين إيصالهم طبعا بسبب صعوبة الحركة كذلك عدم تلقيهم للعلاج المطلوب داخل المستشفيات لعدم توفر المعينات الطبية داخل هذه المستشفيات يعني العيد في هذا العام مالك عيد الفتر أتى في ظروف عصيبة تمر بها البلاد في هذا العام يعني على غير العادة عادة السودانيين كانوا يعني يحتفلون بعيد الفتر المبارك يعني كان يستقبلون العيد بكل حفاوة وفرحة كبيرة جدا هذه الظروف يعني جعلت الشعب السوداني يفقد هذه الفرحة كذلك الأطفال يفقدون هذه الفرحة في الشوارع كانت هي أيضا يعني العيد هو كان فرصة للتواصل الاجتماعي والأسري ما بين الناس هذه أيضا الفرصة لم تعد موجودة في هذا العام بسبب يعني صعوبة الحركة في الشوارع وأن الشوارع أصبحت غير آمنة بسبب الظروف الحالية يعني الآن أصبح كل ما يشغل المواطن السوداني هو توفير ما يحتاجه من احتياجات أساسية نعم طيب دعينا نتحدث عن موجات النزوح التي أصلا بدأت منذ اندلاع هذه المواجهات سالي هل ما زالت مستمرة وإلى أين يتجه هؤلاء المواطنين نعم ما زالت مستمرة يعني بكل تأكيد يعني مالك منذ الأيام الماضية بعد أن احتدمت الشباكات ما بين الجيش والدعم السريع وأصبح التطور غير آمنة وأصبح هناك نفاذ في السلع الغذائية بالبقالات وكذلك شح في المياه وعدم توفر الكهرباء وكذلك شح في الأدوية في الصيدليات وأن يعني العاصمة الخرطوم أصبحت يعني غير آمنة يعني عدد كبير جدا من السكان الخرطوم نزحوا إلى الولايات ولاية السودان وإلى أماكن طرفية بحثا عن مكان آمن كذلك بحثا عن أماكن توفر فيها المياه لأن المواطن السوداني أصبح يعاني ما يعاني من شح المياه وشح المواد الغذائية وكذلك عدم الإطمئنان حتى داخل الخرطوم لأنه ما بين حين وآخر يسمع دوي إطلاق النار وكذلك يسمع أصوات الغذائف أصبح غير مطمئن وغير آمن بالنسبة للمواطن السوداني داخل الخرطوم لا زالت طبعا يعني موجات النزوح إلى خارج الخرطوم برغم أنه مؤخرا أصبحت حتى الطرق السفرية التي تؤدي لتلك المناطق هي أيضا غير آمنة حتى اليوم أيضا تواترت أنباء حول الشباكات في الطريق الذي يربط ما بين العاصمة الخرطوم ومدينة مدني التي تقع في ولاية الجزيرة واضح شكرا لك سالي ببكر مراسلة المشهد من الخرطوم على جميع هذه التفاصيل نشرتنا مستمرة ولكن بعدها فاصل قصير ابقوا معنا أهلا بكم من جديد نقلت وسائل إعلام عن مصادر حكومية يابانية أن مجموعة دول السبع الكبرى تدرس فرض حظر شبه كامل على الصادرات إلى روسيا وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني أن الحكومة على علم بذلك لكنها امتنعت عن التعليق على التبادلات بين دول مجموعة السبع ودول ذات التفكير المماثل بشأن عقوبات تستهدف روسيا وضاف بأن إنهاء العدوان الروسي يحتم أن تضل مجموعة السبع متحدة لفرض عقوبات صارمة على روسيا وتقديم دعم قوي لأوكرانيا قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن العقوبات الغربية الحالية والجديدة على موسكو ستضر بالاقتصاد العالمي مؤكدا أنه يراقب تقارير عن حذر محتمل على الصادرات إلى روسيا من قبل الغرب وأضاف بيسكوف أن موسكو تعلم بعزم كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة قال مسؤولون أمريكيون اليوم أن الولايات المتحدة ستبدأ تدريب قوات الأوكرانية على كيفية استخدام دبابات أبرامز وصيانتها في الأسبوع المقبلة وذلك في إطار تسريع جهودها لإيصالها إلى كييف بأسرع وقت ممكن ويأتي القرار في الوقت الذي يجتمع فيه قادة دفاع من جميع أنحاء أوروبا والعالم في قادة رامشتاين الجوية الألمانية لمناقشة دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا وبحسب مسؤولين ستصل إحدى 31 دبابة إلى ألمانيا نهاية مايو لبدء تدريبهم ومن المتوقع صدور إعلان رسمي بشأن ذلك في وقت لاحق من اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ينضم إلينا من ولاية فيرجينيا الأمريكية مرسلنا كريم يسري أهلا بك كريم نبدأ معك في ما تنقلته وسائل إعلام قبل ساعات من أن دول مجموعة السبع تعتزم فرض حذر شبه كامل على الوردات الروسية نعم مالك بالتأكيد يعني الاجتماعات التي جرت على مستوى وزراء خارجية بالنسبة لمجموعة الدول السابعة لمدار الأسبوع الماضي ناقشت يعني إمكانية فرض حذر على كافة الصادرات إلى روسيا بهدف يعني تقويد يعني تقويد عملية بيع برميل النفط الروسية ووصول برميل النفط الروسي إلى نحو 60 دولارا فقط بالتأكيد يعني تحاول الدول الغربية ومعها يعني اليابان تقويد الاقتصاد الروسي بشكل أكبر وبالتالي في شهر مايو القادم ستكون هناك قمة على مستوى رؤساء دول السابعة وقاضتها وبالتأكيد سيتم اتخاذ قرار بحذر الصادرات بشكل كامل عن روسيا كل تلك الجهود هي الهدف الرئيسي منها هو الضغط بشكل أكبر على روسيا ومحاولة تقويد إمكانياتها في الصراع يعني الممتدة على مدار العام الماضي بين روسيا على الأراضي وأوكرانيا على الأراضي الأوكرانية بتأكيد الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على حلفائها للتضامن معها ومع أوكرانيا لمحاولة يعني محاصرة روسيا بشكل كامل ولكن على مدار الفترة الماضية هناك تقارير أمريكية تتعلق بأن جدوى العقوبات الغربية على روسيا لم يصل للحد الأقصى حتى الآن له يمكن زيادة تلك العقوبات لمحاولة التأثير بشكل أكبر على روسيا ومحاصرتها اقتصاديا وسياسيا بشكل أكبر نعم طيب كريم بعيدا عن العقوبات على روسيا مسؤولون أمريكيون تحدثوا عن تدريب القوات الأوكرانية على دبابات أبرامز وأنه سيتم تسليم هذه الدبابات في وقت قريب في يناير الماضي أعلن أحد المسؤولين بالبنتاجون الأمريكي بأنه سيتم تسليم 31 دبابة أبرامز أمريكية إلى أوكرانيا أمس تم الإعلان عن طريق واحدة من الصحف الأمريكية أنه سيتم البدء في تدريب القوات الأوكرانية على استخدام تلك النوعية من الدبابات في واحدة من القواعد الأمريكية بألمانيا وبشكل عام تتعاون الولايات المتحدة مع الدول الاتحاد الأوروبي من أجل دعم أوكرانيا بعدد من الدبابات أيضا ألمانيا وافقت لبعض الدول الأوروبية لإرسال دبابات ليوبارد إلى الجانب الأوكراني ألمانية الصنع وبالتالي هناك جهود أمريكية لإصال تلك الدبابات بحلول الخريف القادم إلى المعارك الدائرة بين أوكرانيا وروسيا سيساهم بشكل أكبر في ردع القوات الأوكرانية للتقدم الروسي من الجبهة الشرقية وبالتالي كان يجب البدء منذ بداية فصل الصيف في تدريب القوات الأوكرانية هذا التدريب سيستغرق تقريبا مالك نحو عشرة أسابيع وفقا للمسؤولين بالبنتاجون الأمريكي واضح شكرا لك كريم يسري مراسل المشهد كنت معنا من برجينيا قدم وزير العدل البريطاني دومينيك راب استقالته اليوم بعد تحقيق مستقل في شكاوى رسمية بشأن تصرفاته وتوجد ثماني شكاوى ضد راب بشأن سلوكه عندما كان وزيرا للخارجية ووزيرا للبريكسيت وحتى خلال عمله في فترة سابقة في وزارة العدل وكان راب قد شدد في براير الماضي على أنه يتصرف بمهنية طوال فترة عمله لكنه قال إنه إذا تم تأكيد اتهام المضايقات الأخلاقية فسيستقل وباستقالة راب يكون الرئيس الوزراء ريشي سوناك قد خسر واحدا من أهم حلفائه في الحكومة من لندن تنضم إلينا مراسلة المشهد براء العزاوي أهلا بك براءة يعني لماذا جاءت هذه الاستقالة الآن بعد أشهر من الاتهامات التي وجهت لدومينيك راب نعم إذن مالك الاتهامات التي وجهت إلى دومينيك راب والتي أدت إلى تقديم استقالته هي ليست اتهامات تأتي ضمن حكومة رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك وإنما هي لربما تعود إلى أربع سنوات ونصف إلى الوراء تقلد فيها مناصب عدة وزيرا للعدل وزير الخروج بريطاني من الاتحاد الأوروبي وأيضا وزيرا للخارجية لفت نظره أثناء حكمه رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون نتيجة نفس الاتهامات مسبقا ولكنه لم يتخذ أي إجراءات مسبقة أو تحقيقات مسبقة مما أدى إلى أن هذه التهمة استمرت وهذه الشكاوى استمرت نتحدث عن قرابة 24 موظف مدني في حكومة أو خلال حكومة بوريس جونسون قدموا شكاوهم واتهمهم بالتنمر ضد دومينيك راب لكن لم يتم اتخاذ أي خطوة نتحدث الآن عن لماذا يقدم استقالته لأنه تعهد وقال بأنني سأفي بوعدي إذا كان هناك إثبات لهذه الشكاوى وهذا ما حدث تقرير آدم تولي الذي قدمه إلى رئيس الوزراء الذي طالب به بأنه قال فيه نعم هناك نوع من العدوانية ونوع من الترهيب الذي استخدمه دومينيك راب ضد الموظفين المدنيين طبعا هذا الشيء أنكره دومينيك راب وقال بأن التقرير خطير وبأنه يقوض رقابة الوزراء على الموظفين من أجل اتخاذ اللازم بشأن بعض التصرفات أو الأحكام الخارجة عن القانون دومينيك راب أيضا لذيق الوقت اسمحي لي نريد أن نتحدث عن توقيت هذه الاستقالة وتأثيرها على رئيس الوزراء ريشي سوناك نعم إذن دعني أخبرك مالك أولا بأن دومينيك راب هو حليف مهم لريشي سوناك منذ بداية الحملة الانتخابية لرئيس الوزراء هو من أعاده إلى منصبه ولربما راهن عليه وكما قلت بأنه كانت تطاله العديد من الاتهامات وكان من ضمن نقاط الضعف التي أسقطت بوريس جونسون لأنه كما قلنا لم يتخذ أي إجراء ضده التوقيت حساس جدا لأننا نتكلم عن أسبوعين من الآن عن الانتخابات المجالس المحلية في بريطانيا هذا يعني أن صورة حزب المحافظين ستهتز مرة أخرى لربما ثالثة أو رابعة لأننا نتكلم عن ثلاثة وزراء تمت إقالتهم أو تم تقديم استقالتهم في حكومة ريشي سوناك نتكلم عن نظم الزهوي تهرب ضريبي نتكلم عن وزيرة الداخلية التي أعادها ريشي سوناك بعد أن خرقت القانون نتكلم عن أوليفر دودن الذي أيضا تهم بالتحرش نتكلم عن جيفن وليمسون الذي تم بقية وقدم استقالته ولكن أعيد وزير مكتب مجلس الوزراء واضح براءة شكرا لك براءة العزاوي مراسطة المشهد من لندن على جميع هذه التفاصيل نشتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل السلطات الأردنية تفرض رقبة على متاجر بيع ألعاب الأطفال في أيام العيد وفق مقاييس الصحة والسلامة بينما تتجه أغلب العائلات الأردنية لشراء الألعاب التربوية والتعليمية لأبنائها في العيد أهلا بكم مشاهدين من جديد وهذا تذكير بأبرز العنوين لليوم السابع على التوالي استمرار الاشتباكات في السودان والجيش يطلق عملية الحص لتمشيط الأحياء السكنية في الخرطوم ودعوات دولية لوقف التصعيد الصحة العالمية تعلن ارتفاع عدد قتل النزاع في السودان إلى 413 شخصا وقلق أممي من تدهور الوضع الإنساني وتابعنا أيضا مع مراسلنا في أمريكا تفاصيل دعوات الغرب لحرمان روسيا من وارداتها وتأكيدات الكريملين أن هذه العقوبات ستضر بالاقتصاد العالمي أقوى حلفاء ريشي سوناك يستقل من منصبه بعد تحقيقات مستقلة بشأن سلوكه المثير للجدل وسنتابع أيضا مع شبكة مراسلين من مختلف الدول العربية أجواء احتفالات العيد كما نرصد العدات والتقاليد المختلفة للشعوب العربية أهلا بكم مشاهدين وكل عام وأنتم بأل في خير عيد سعيد وإلى أجواء عيد الفطر حيث يحتفل المسلمون في العالم بحلول عيد بإقامة الصلاة العيد فجر اليوم نتابع أهلا بكم مشاهدين وكل عيد الفطر أهلا بكم مشاهدين وكل عيد الفطر أهلا بكم مشاهدين وكل عيد الفطر موسيقى الله أكبر ولا نعفر إلا إلا لا إلا إلا الله وعلى أحبار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر سبع الله أكبر رب العالمين وفي فلسطين احتفل المسلمون بعيد الفطر بإقامة الصلاة في المسجد الأقصى وفي مساجد مدينة غزة موسيقى موسيقى الله أكبر الله أكبر الله أكبر كان يقوم الليل ترك المسجد الأقصى المبارك وليس ذلك على الله العزيز لا تخصوها نعم الله العزيز موسيقى 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 اشتركوا في القناة كل عام وانت بخير مالك ولجميع المشاهدين هنا في مدينة القدس تتجلى فرحة العيد وبهجتها منذ ساعات الصباح تحديدا مع بدء صلاة العيد في بحات المسجد الأقصى المبارك حيث توافد إلى هناك قرابة 120 ألف مصلي من مختلف المدن والبلدات المحيطة بمدينة القدس وكذلك أيضا من البلدات والمدن في مناطق الداخل التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية في داخل الخط الأخضر هذه الصلوات التي أيضا اعتلتها التكبيرات والتهليلات ابتهاجا وفرحا بقدوم عيد الفطر المبارك هذه الصلوات كانت أيضا في ظل تجديدات أمنية واسعة من قبل عناصر الشرطة الإسرائيلية التي تواجدت في أزقة البلد القديمة وكذلك أيضا عند أبواب الأبواب المؤدية إلى بحات المسجد الأقصى بعد انتهاء صلاة العيد تفرق المصلين إلى بلدانهم وإلى بيوتهم للاحتفال مع أقاربهم وعائلاتهم وكذلك أيضا هناك الكثير كما هو معتاد في البلاد في فلسطين تحديدا على التوجه أيضا إلى المقابر وتفقد أيضا صلة الراحم هذا في مدينة القدس وكذلك الأمر أيضا في مدينة الخليل تواجد المئات من الفلسطينيين وأدوا صلاة العيد في داخل الحرم الإبراهيمي وأيضا هذه الاحتفالات كانت منذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظات هناك أجواء فرحة في مدينة القدس وأيضا في خضم هذا الهدوء النسبي تحديدا على أننا شهدنا خلال الفترة الأخيرة خلال شهر رمضان المبارك العديد من الاعتداءات على المصلين والمعتكفين داخل بحات المسجد الأقصى ولكن هناك فرح في داخل صدور المقتصيين وبهجة بقدوم العيد نعم ابقي ما يا أحلام سأذهب أيضا إلى مصطفى سلمان وإلى أجواء العيد في بغداد يا مصطفى نعم مالك كل عام وأنت والزملاء وكل مشاهدي قناة المشهد بألف خير عاده الله علينا وعليكم باليوم والخير والبركات يعني لا يبتعد كثيرا المشهد في العراق عن ما ذكرته الزميلة أحلام في القدس المسلمون في العراق توجهوا إلى المساجد منذ ساعات الصباح العولى وأدوا تقوس ومراسم الاحتفال بعيد الفطر المبارك ثم عادوا إلى المنازل يعني حتى هذه اللحظة الحركة في شوارع العاصمة بغداد لا تبدو على طبيعتها كباقي الأيام والسبب يعود إلى أن العراقيون والعائلات العراقية تعكف على الزيارة داخل المنازل أو داخل المنزل الكبير أو بيت الأب في اليوم الأول ومن ثم تبادلوا الزيارات مع الأقارب والأصدقاء وفي اليوم التالي تبدأ الزيارات أو التنقلات خارج المدينة أو زيارة بعض المناطق أو المتنزهات ومدن الألعاب في العاصمة بغداد الأجواء يعني في بغداد جرت بشكل طبيعي جدا وكانت هناك خطة أمنية من قبل وزارة الداخلية العراقية مشددة خاصة أن المناطق المحيطة بالمساجد الكبرى سواء في مسجد أبو حنيف النعمان ومسجد أم القرى امتلأت بألاف المصلين اليوم خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك نعم شكرا لكم مراسلي المشهد من بغداد مصطفى سلمان ومن القدس أحلام عثمان على جميع هذه التفاصيل فرضت السلطات الأردنية رقابة على متاجر بيع ألعاب الأطفال في أيام العيد وفق مقييس الصحة والسلامة بينما تتجه أغلب العائلات الأردنية لشراء الألعاب التربوية والتعليمية لأبنائها في العيد بشغف وفرحة لا تسعها الدنيا ينتظر الأطفال يوم العيد ومع العيد يحضر الجديد من الملابس ومع العيدية والألعاب التي تشكل جوهر المتعة وتساهم في تكوين اتجاهات المستقبل يجب أن تكون أول شيء أن نسمح للطفل أن يختار ألعابه بنفسه وهذا يعلمه على الاستقلالية وتحمل المسؤولية الأمر الثاني يجب أن تكون الألعاب كبيرة أكثر من أنها تكون صغيرة لأنه يحاكيها ويتفاعل معها أكثر ليس سهلا اختيار الألعاب في ظل كثرتها وتنوع وظائفها وتساؤلات حول سلامتها ما يخضعها لرقابة من قبل المعنيين يتم التركيز طبعا بعض الأصناف لألعاب ذات خطورة مثل الألعاب التي قد تحتوي على مواد كيموية الألعاب اللينة التي قد تحتوي على مادة الفثالات معجونة الأطفال ومادة الإسلايم التي قد تحتوي على مواد خطيرة يتسم سوق ألعاب الأطفال بالتقلبات الموسمية التي تتجاوز حجم الطلب إلى اتجاهات المستهلكين نحو ألعاب معينة الأهالي بطبيعة الحال دائما يحاولوا يأخذوا الشغلات التعليمية الشغلات الممكن تنمي ذكاء الطفل تقريبا في العشر سنوات الأخيرة يعني صار فيه اللعبة أخذت منحة تربوي ومنحة تعليمي جيد وصار إلها قيمة في كل بيت اللعب هو البوابة الأولى لتنمية مهارات الطفل وفق مختصين يؤكدون أهمية وضع الألعاب التعليمية في سلام أولويات الأهل عند شراء الألعاب لأبنائهم عرار شلول المشهد أمان أنتقل الآن إلى شبكة مراسلية المشهد من شمال إفريقيا ينضم إلي من القاهرة مراسل المشهد محمد خالد من تونس أميمة بن خلف ومن المغرب عفاف بوشيخي أهلا بكم زملائي وكل عام وأنتم بألف خير أبدأ معك محمد خالد من القاهرة مصر الأجواء الرمضانية فيها كانت رائعة جدا ومبهرة لكن ماذا عن أجواء العيد نعم مالك كل عام وأنت بخير وكل المشاهدين بألف خير وكل الزملاء أيضا بالبهجة والفرح استقبل المصريون عيد الفطر المبارك عاده الله علينا وعلى الجميع بالخير واليمن والبركات وأيضا بدأوها بصلاة العيد صباح اليوم ومن ثم الخروج إلى الحضائق والمتنزهات في مختلف أنحاء الجمهورية وبالتحديد يمكن أشهرها على الإطلاق حديقة الحيوان بالجيزة التي تحظى بأعداد كبيرة للغاية من المواطنين خلال أيام العيد وأيضا وأنا أتواجد الآن داخل أحد الحضائق بمدينة القناطر الخيرية التي تجهد رواجا أيضا في العيد من قبل المواطنين والأطفال كبارا وصغارا وأيضا الأجواء في مصر لها بهجة وطابع خاص لدى المصريين يبدأونها بالصباح لها هناك عدد من الطقوس كأكل الكعك والبسكويت وأيضا الأسماك المملحة يمكن هذه من أبرز المظاهر والأكلات التي كلها المصريون في أولى أيام عيد الفطر وأيضا الخروش والتنزو في المتنزهات أيضا عدد من المواطنين يفضل الذهاب مالك إلى المحافظات الساحلية كمثلا مدينة الإسكندرية وأيضا عدد من المناطق الساحلية كمدينة شرم الشيخ والغردقة للاستمتاع بالأجواء الربيعية كما يقولون وبالأجواء الشاطئية لكبيل بدء الصيف والحرارة المرتفعة أيضا العديد من المواطنين يفضلون الذهاب إلى المولات التجارية ومشاهدة الأفلام السينمائية التي تنتجها مصر بكثرة وتقوم بتوزيعها على مختلف أنحاء العالم وتحديدا في الوطن العربي وهناك جرعة مكثفة من الأفلام سواء الكوميدية أو الأكشن وعدد من الأفلام المتنوعة تلبي كافة رغبات الجمهور الجمهور المصري يحب الفرح والمواطنين يحبون الفرح للخروج بالاستمتاع بأجواء العيد ويمكن هذه أبرز مظاهر العيد في مصر مالك نعم ابقى معي محمد سأذهب إلى تونس وإلى أميمة أميمة يعني كيف تبدو أيضا أجواء العيد في تونس مرحبا مالك عيدكم مبروكو كل عام وأنتم حين بخير العيد الصغير كما يحلو تسميته في تونس يسكن وجدان التونسيين ويستنهض فيهم ما خلفه الأجداد من عدات وتقاليد في أولى الساعات صباح يعني ينطلق التونسيين في خرجة العيد قبل ساعتين من أداء الصلاة بالمساجد وخاصة المساجد الكبيرة والتاريخية في تونس منها جامع صحب الطابع بباب الخضرة وجامع الزيتون الذي يتوسط المدينة العتيقة كبار شيوخ وأطفال نساء يتوجهون في مواكب مهيبة تجوب أجزقة المدينة العتيقة في اتجاه المساجد لتأدية صلاة العيد يتبدلون التهاني يتمتعون بإطلاق البالونات وربما تكسير جرات الحلوة التي يفرح الأطفال لالتقاطها كذلك ينظم إلى هذه الجموع المتساكنين الذين يرغبون في كسب الثواب إلى جانب تبادل الزيارات بين الجيران والأصدقاء والعائلات التونسية التي تحاول كل عائلة تونسية بالإمكانيات المتوفرة أن تعد صحن الحلو من البقلاوة وكعك الورقة والملبس والمقروض والبشكوت كل حسب طاقته وحسب مقدرته الشرائية يحاول توفير هذا الصحن لتبدله مع أقربائه أو لمنحه لجيرانه في تعبير عن المحبة والتآخي وهذا العيد وهو عيد التسامح العيد في تونس أيضا يحاول التونسيون فيه شراء ملابس جديدة وحمل الأطفال إلى المتنزهات وإلى فضاءات الترفيه ربما في فرصة يعني للعطلة التي منحتها السلطات التونسية للمؤسسات التربوية والتكوينية وكذلك للموظفين العموميين وأيضا الخواص الذين منحوا هذا اليوم إجازة للمشاغلين نعم ابقي معي أميمة سأذهب أيضا إلى زميلتنا عفاف بو الشيخي عفاف كيف هي أيضا جواء العيد في المغرب وساء الخير عيد مبارك سعيد للجميع طبعا نحن هنا في المغرب عشية عيد الفطر مع غروب الشمس وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ستعلن أن غدنا هو أي أول أيام عيد الفطر بالمغرب أو العيد الصغير كذلك كما تسميه طبعا الدول المغاربية أجواء خاصة تطبع هذا العيد أبرزها طبعا صلاة العيد التي تؤدى إما في المساجد أو في المصليات يلبس خلالها طبعا المغاربة الجلابيب بألوان متنوعة حيث يبدو منظر الصلاة كفوسيف ساء من الألوان التبركات والتهان انطلقت طبعا منذ يومين وتتواصل في أوجها يوم غد صباحا كذلك ما يميز أجواء العيد في المغرب هو مائدة الإفطار الإفطار طبعا يكون أول إفطار صباحي للأسرة المغربية بعد شهر من الصيام تزينه الحلويات التقليدية المغربية وأنواع الفطائر وأيضا وحضور طبعا لسيد ما هي الأطباقة الرئيسية التي يتم تحضيرها في المغرب خاصة في أول يوم العيد إذن كما ذكرت بالنسبة للإفطار تكون هناك الأشهر الحلويات التقليدية على رأسها كعب غزال كذلك الغريبة والفطائر نتحدث هنا عن ما يسمى في المغرب بالمسمن وكذلك البغرير وهي فطائر تعد طبعا من الدقيق وكذلك من الزبدة والعسل إضافة إلى الشاي هذه أبرز الأطباق التقليدية على الإفطار هناك أيضا من يضيف طبعا إليها مجموعة من الأطباق التي تباعف في المحلات أما بالنسبة للغذاء فيختلف ليس هناك طبق موحد في المغرب هناك من طبعا يعد الكسكس على اعتبار أنه يكون من الصعب استهلاك هذه الوجبة الضرورية على موائد المغاربة في كل يوم جمعة يكون من الصعب استهلاكها في رمضان وبالتالي هناك من يؤجل هذه الوجبة إلى أول أيام العيد إذن هي أشهر وجبة تحضر في المغرب هذا بخصوص الأطباق بخصوص العادات والتقاليد طبعا لخلاف هناك تبادل للزيارات بين الأهل والأسر وكذلك الأقارب هناك العيدية التي توزع على الأطفال الصغار هناك طبعا النزهات المسائية التي يخرج فيها المغاربة وهذه السنة استثناء الحكومة منحت الإدارات العمومية وأيضا بعض الشركات الخاصة والأبناء عطلة حتى يوم الاثنين إذ من المعتاد أن عطلة عيد الفطر تمتد ليومين لكن هذه السنة لثلاثة أيام واضح حباب ابقي معي سأذهب إلى محمد خالد محمد يعني ما هي الأطباق التي تكون حاضرة في أول أيام عيد الفطر في مصر الطبق الرئيسي مالك هو الفسيخ أو الرنجة أو التونة هذا أبرز هذا أبرز ما يأكله المصريون في أولى أيام العيد الفطر وبالإضافة إلى أيضا يعني إعداد العديد من المواطنين سواء في الأسر داخل البيوت للكعك والبسكويت والغريبة ويعني العديد من الحلويات التي يأكلونها بالطبع هذه أبرز الأطعامة أيضا بجانب هذه الأطعامة كوب من الشاي بلبن ربما هذا أبرز ما يأكله المصريون في أولى أيام العيد ثم بقى إعطاء العيديات للأطفال والصغار والخروج للاستمتاع بالأجواء سواء داخل المنازل أو من يفضلون هذا الاتجاه سواء من يبقون للزيارات المنزلية في المنازل أو من يخرجون إلى الحضائق والمتنزات والمولات التجارية لمشاهدة الأفلام السينمائية ابقى ماء محمد سأذهب إلى أميمة أميمة المخرج أخبرني أنكم في تونس هناك طبق ملوخية يتم تحضيره في أول أيام العيد لكنه مختلف نوعا ما يمكن على طباق الملوخية الأخرى نعم لك الملوخية في تونس يتم تشفيفها ورحيها وتكون في شكل بودرة يتم طبخها لساعات على النار الهادئة بلحم العجل أو بلحم الخروف هناك من يختار من العائلات الريفية أن يطبخها بالدجاج هذه الأكلة التي يستقبل بها التونسيون سواء العام الجديد أو الأعياد من العيد الفطر وعيد الإضحى على اعتبار لونها الأخضر وكون يعني ربما الأيام تكون خضراء مثل ما تكون هذه الأكلة الشهية هناك أيضا بعض الجهات في تونس مثل ولاية أو محافظة السفاقس التي تطبخ الشرمولة وهي بمرق بالحوت المجفف المحافظة الكاف بالشمال الغربي تطبخ البازين الكسكسي بالفواكه الجافة واللبن عديد هي الأكلات التونسية التقليدية التي تحاول العائلات التونسية أن تكون متواجدة في أول يوم العيد بعد شهر كامل من الصيام وخاصة فنجين القهوة التي لا تحلو صباحيات العيد دونها مع صحن من الحلوب بناء البقلاوة والكعكة التونسية يعني بشكل عام كلها أطباق رائعة وشهية زملائي شكرا لكم من قاهرة محمد خالد مراسل المشهد ومن تونس أميمة بن خلف ومن المغرب عفاف أبو شيخي شكرا لكم زملائي وكل عام وأنتم بخير مرة أخرى استقبل مسجد موسكو الكبير اليوم ألاف المصلين الذين جاءوا لتأيدية صلاة عيد الفطر في روسيا وبلغ عدد المصلين ما يزيد عن خمسين ألف شخص افترش معظمهم باحات المسجد والشوارع المحيطة به أما الجامع فاحتضنا نحو عشرة آلاف مصلن اشتركوا في القناة شكرا لطيب المتابعة في أمان الله شكرا لطيب المتابعة